مرحباً جديد وشكراً لأندي ممكن للبرنامج مع CDLL مع موضوع جديد اليوم هو ADHD أو اتراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هيدا المرض لازم نعرف أولاً أنه بيجمع ثلاث عوارد أساسية أولاً الأفراد بالحركة، ثانياً صعوبات بالتركيز، ثالثاً اندفاع وتسرع زايد منقدر نسبة هيدا المرض بين 5-10% من الأطفال والمراهدين ولازم نعرف أنه ممكن يستمر عند الأشخاص بحياتهم تقريباً 50% طول الحياة بأثير هيدا المرض على الشخص بالحاضر وبالمستقبل ممكن يخلق عنده صعوبات تعلمية، صعوبات اجتماعية، صعوبات بعلاقاته مع الآخرين وصعوبات عائدية بأثير الـ ADHD كمان على حياته للشخص وعلى مستقبله المهنة بعلاقاته بالعمل، بعلاقاته الاجتماعية، وبأمور كتيرة أيضاً ممكن تعرضه حتى لأمراض نفسية تانية مثل اترابات بالمزاج، مثل أمراض الإدمان أو اترابات بالألم أولاً لازم نعرف شو هن العوارد، عوارد الـ ADHD ملخصة بثلاث عوارد أساسية أولاً نقص الانتباه وهون لازم ننتبه لأنه هيدا العارد ممكن يشكل صعوبات بالمدرسة تير قوية بالتركيز لفترة طويلة ما بيقدر يقدع منها للطفل بالصف نسيين بيصير ينسى غراده مثلاً شنته بالبيت أو غراده بالمدرسة ممكن ينسى إذا طلب منه شغلة إنه يرد عليها أو بيعملها وهيدا الشي بيخلق عنده كمان صعوبة بتنظيم أموره مثل مثلاً غراده، كتبه أو غرفته وهيدا الحالة بيجي معه مثل ما قلنا إفراط بالحركة تاني عارض من العوارد الـ ADHD بيصير عنده صعوبة إنه يبقى محله صعوبة يثبت بيصير يتململ ويتحرك كل الوقت بين إيدي وإجريه بيصير حتى وقته بدي يقوم باللعب أو بأنشطة بهدوء ما بيقدر يعملها وتالتاً بيصير عندنا نوع من اندفاعية اندفاعية بتخليه إنه عكتر من مرة ما يقدر يصير ما ينطر دوره يصير يقطش الآخرين بحتيون يصير إذا كان فيه شغلة عم تنلعب أو نشاط عم ينعمل ما يقدر ينخرج فيه بطريقة سليمة هيدا الشيء بده أقسم مثل ما قلنا على حياته للشخص بيصير عنده بحياته صعوبات على كل المستويات تعلمية بالمدرسة وبالجامعة مثلاً صعوبات على مستوى المهنة مشاكل عائلية انخفاض بسأته بحاله انخفاض حتى بنوعية حياته وبتوصل الحالة لخطر جسده وخطر الموت من ورد تصرفات المتهورة هلأ لازم نعرف انه هيدا المرض عنده علاج وانه علاجه سابت علمياً وبأثر بطريقة إيجابية على حياته للشخص هيدا العلاج بيقوم على عدة مناحة وعدة اختصاصات أولاً عنا علاج بالأدوية بشي منسميه نحن منشطات أو بسيكوستيمولاء تانياً عنا علاجات نفسية العلاجات نفسية ممكن تخلق عنده للشخص استراتيجيات أو يكتسب مهارات ليقدر ينظم حياته بطريقة سليمة تالتاً ضروري نعرف انه لازم يكون فيه كمان نوع من توجيه للأهل للبي وللأم لحتى نعرف يعرفوا كيف يتعاملوا معه وكيف ينظموا سلوكياته للولد اللي عنده ADHD ممكن نعوذها وقت علاجات بالنطق لأنه هيدا الشي كمان بيأثر على مهاراته ان كان بالكتابة أو بالكراقة شو فينا نعمل بالصف؟ بالصف فينا نعمل كتير اشياء تماماً لنحسن حالة الـ ADHD مثلاً نحط التلميذ بالصفوف الأمامية بعيد عن الباب بعيد عن الشباك بعيد عن كل شيء ممكن يلهي نزد له انتباهه مثلاً نحط له المواد يلي بده تركيز أول نهار نعمل له نعمل تلخيص بآخر الصف لأهم الأشياء اللي نقالد بوقت الصف وقت الامتحانة نعطيه شوية وقت زيادة ونحطه بغرفة هدئة لحتى يركيز أكتر نقري له السؤال اللي يعرف كيف يرد عليه ونحط خطة خطة دراسية نتعين بالمدرسة أو بالبيت مع المدرسة ومع الأهل لنحسن له مهاراته خليتهم نتابعين معنا كل الفيديو والمعلومات الكاملة لهالبرنامج موجودين على الويب سايت طبعه CDLL وبنصحكم انه تروحوا عليه لحتى تعرفوا أكتر اشياء على الADHD اشتركوا في القناة